اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي صار مبارح في محافظة مادبة الطفل خمس سنوات أو أربعة سنوات احتفالا بالتوجيه نعم احتفالا بالنتائج السنوية العامة فابتكرنا احنا مجموعة متطوعين بجمعية نغام الحياة مبادرة لا تقتني بفرحتك بدلوا الفرود بالورود فتعاونوا معانا أكثر من جهة من ضمنهم محلات أزهار وورود بالمحافظة فعملنا المبادرة انه بدل الطلقة نهدي وردي لطالب توجيه الناجح فكان معنا متطوعين كثير بالموضوع طبعا نحكي انتشرنا بالمحافظة بشكل موسع وصلنا رسالة انه فرحتك لا تخليها تهدر حياة شخص آخر او تعمل اعاقة او نحكي ضرر عند شخص آخر انت رح تندم عليها باقي حياتك حتى ضميرك داخليا رح تسامح حالك بش نحكي الحدث او الضرر رح تصير عند شخص آخر فانطلقنا فيها المبادرة توزيع الورود طبعا شفت الجو مبارح كان كثير برد وشتا وهيك بس مع ذلك الحمدلله كان متطوعين على همه ونشاط عملنا توزيع للورود طبعا نبارك للي ناجحين بالتوجيه ونحن ان شاء الله رح نعممها الفكرة هاي على المملكة كاملة طبعا نحكي يعني هي قافة اطلاق الععارات النارية بالمجتمع وفي متضررين كثير بالحوادث هاي ونت بتعرف طبعا مجتمعنا طابع عشائر كثير فبترح في نجا القهوة فإحنا ان شاء الله يعني الجمعية احنا في مراحل التأسيس النهائية ونتمنى على التنمية لهم يساعدونها يعني بموضوع التأسيس على السريع في مسودة قانون ان شاء الله رح نطلحها تغليض العقوبة على مطق الععارات النارية يعني بدل ما تكون هي موضوع إيزاء بالقانون تنزل شروع بالقتل يعمل معامل شروع بالقتل لأنه فعليا ممكن يؤدي بحياة بعض الأشخاص وقتنا احتفاله في بعض أشخاص لا توفوا مش انه احتمال لا في بعض أشخاص توفوا في بعض أشخاص ادى عندهم لشلة نصفي في بعض أشخاص يعني مثل نغم هلا فقدت عين هلا بدت تزرع عين قزاز نغم فهي قافة بالمجتمع يعني نحسبها حسبة بسيطة صغيرة يعني هلا يمكن أقل طلق ثمن ونص دينار يعني مستحر واحد تخطط طلق تشتري لك عشرة بطلع عم خمس دنانية طب العشرة دنان لو حطيتهم انت بصندوق مسجد تبرعت فيهم لجهة خيرية هاي انت إجاك ثواب وأجر بدل ما تكون كسبان إثم تتحمل دم شخص انت بتكون كسبان أجر بالموضوع طب همام شو دور نغم بالمبادرة هلا نغم هو يعني نغم أنا أصلا تعرفت عليها أتقل من أربع سنوات كانت متضررة بعيار ناري كانت بحاجة لزراعة قرنية فإحنا بجمعية الشهيد عمر المجالي زراعة قرنيات وأعضاء فكانت نغم بحاجة لقرنية فرئيس الجمعية له عطوفة العميد هاشم المجالي يعني شدد على موضوع نغم أنه نتوصى فيها بس كانت صدمة أنه نغم مرح يزبط من حلقة بعدين استوحينا فكرة جمعية نغم الحياة من اسم نغم نغم نعم من نغم المواجدة مشينا بتأسيسها لقينا دعم كبير لقينا أشخاص كثير يعني نحكي عندهم حرقة للموضوع مشينا بالتأسيس للجمعية يعني أخذنا الموافقات هلا هي موجودة إن شاء الله بالتنمية يعني بفترة صغيرة إن شاء الله رح نأخذ كتاب التأسيس فكانت هاي إنه أنا علاقت بنغم يعني فصف الموضوع يعني نغم يعني هي بداية المبادرة هي هي رأس الهرب كانت في المبادرة سيد نسأل نغم تصيرك إلا إيش صار معاك بالزبط انتخذت في 2013 انتخذت بعيار ناري وفقدت عيني كانت احتفال بتوجيهي بعرس بإيش بالزبط كان في مناسبات بالهاي بس أنه انتخذ شعار في مطائش لم أعرفت مين التخليم تمام تمام اللي صار بعيك أنت كنت ضمن الاحتفال لا كنت عباب بيتي كنت عباب البيت كنت عباب البيت كنت عباب البيت كنت عباب البيت وصلك الطلق النار تمام إيش اللي صار بعديها معاك أجاب عيني وأجاب العلال الشبكية عطول الشبكية فجألها زراعة بالأردن والبرة فحكي للدكتور إنها معتاد فأس أنه بدأ أركب عين كزاس طيب والجمعية كيف سعادتك أنك فعلياً تركبي العين الجديدة جمعية عمر المجالي أو أنه همام جمعية نغم نغم الحياة جمعية نغم الحياة داماتني كثير أني أتشجع أني قبل سنة تقريباً ما كنت قادر أخذ القرار هذين أزرع عين كزاس بس اليوم قدرت أني أخذ هذا القرار أنه أتحدى كل شيء قدرت أخذه إن شاء الله على العطلة المدرسية رح أخذ أزرع عين كزاس كم عمرك هلأ نغم 16 سنة 16 سنة لعمر كله إن شاء الله إيش كان رد عرفتم مين الحدا اللي أطلق العيار الناري لا ومأبأ أواق ولا قدرت أتميزو لا ما عرف طيب على الصعيد النفسي خلينا نحكي كان في المبادرة أو الجمعية عملها بتساعدك برضو على الصعيد النفسي كيف تتخطي هاي المرحلة كثير ساعدتني الجمعية إنه تخطي هاي الشغلة إنه كيف إنه لما طلعت أنا حكيت قصتي كثير ناس تتقبلها كثير ناس وقف معاي إنه ماشي نغم تعريبنا نطلعك من أنت كثير ناس تعرفت على همام همام حكالي إنه تعالي ندمجني في ننشاطات محلية كثير صح عرفني على ناس خلاني إني أطلع ما إنه العائق اللي صار إلي وقف حياتي بالعكس إنه بدأ حياتي من أول وجديد إنه اليوم أنا رئيسة الجمعية الفخرية للجمعية فاليوم بعتبر حالي إنه انتصرت على كل إشي عملت إشي يعني بعمري هذا وعملت إشي أنت بش بس يعني أنجزتي ولا مشيتي بالموضوع منيح أنت فعلياً مثال لكثير من الناس مثال للشخصين للشخص الممكن يتضرر والشخص المتضرر متضرر التنين بتعلموا منك اللي ممكن أنت فعلياً الصح إنه تساوي كمان دخل معي في الجمعية طفلة متضررة معيار ناري كمان برضا فأنا هسه هلأ أنه أنا بدعمها كيف أنا صار معي أنه هسه بدعمها هي صح اللي صار بس هتجحها إنه بالعاكس لا ما توقف إنه هين أنا بضررها كمان دانا كان عندها إصرار بس أخذت القوة من النغم يعني هلأ دانا ما شاء الله لو تشوفها يعني حتى النفسية تغيرت عندها وهلأ يعني حابه تنتج كمان معنا بالجمعية وتكون منتجة بالمجتمع سيدة همام صراحة فيه سؤال أنا كشاب بدي أسألك لما يكون إحنا مثلا نطلق مبادرة استبدال الفرود بورود حكية جدا جميل شباب مجتمعنا بمشي مع هذا الأشي يتقبلوا يتجاوب معنا نشوف مبارح يمكن لو طبعا أنا بشكر قناة رؤيا مبارح غطت بتقرير كامل مضبوط عن موضوع استبدال الفرود بالورود أغلب كان موجود معنا عنصر شباب وإحنا أصلا مجتمعنا فاتي فكان فيه تقبل كثير بالموضوع مع أن العلم يعني ما بخلال الأمر صار فيه إطلاق عيارات نارية وصار فيه كثير يعني أشخاص يتعرضوا لعقوبات وليسجن بسبب إطلاق العيارات النارية طبعا أنت لا تنسى أنه جلالة سيدنا شدد كثيرا على الموضوع حاض نحن أهداف الجمعية أساسا أخذناها من خطاب جلالة سيدنا يعني فيه يحدث فيه إطلاق عيارات نارية لكن ليس بالشكل اللي كان فيه بالسابق كان بكثرة بلا وعد وكان فيه إصابات كثيرة تحدث الآن لا المجتمع بدأ شتواء فإحنا من أهم أهداف الجمعية جمعية نغام الحياة ونعمل مبادرات وندوات ومحاضرات بالمجتمع المحلي وعن طريق كمان وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدنا نوصل فكرة الجمعية وشو الضرر اللي بصير على مطق العيارات النارية وشو العقوبات القانونية رح تنفرض على الشخص اللي بطلق العيار الناري نفكرين تتوسعوا بره محافظة الكرك؟ أكيد احنا أصلا شغلنا مش مرح كون محصور بس حاليا محصور الآن لأنه فترة التأسيس ونحكي يعني أنه لقينا الجهات تدعمنا من داخل الكرك مبدئيا فأسسنا بالكرك لكن إن شاء الله بالمستقبل القريب رح نغطي جميع محافظات المملكية وللعلم مبارح مبادرتنا كان معنا من العقبة يجانا من الزرقاء يجانا من عمان يجانا من إربل يعني مش اختصرت على سكان الكرك حلو يعني كان معنا ضيوف من خارج محافظات خارج الكرك يعني نحكي شاركونا بهل الحملة هاي وكانت كثير كثير ناجح الحمد لله رب العالمي كل الشكر لكم همام ونغام ونحنا يعني منوجه رسالة لكل الشباب يعني ما تخرب فرحتك أو أنه يعني أنت بدك تفرح وتطلق نار وفرودة وبصرشو عشان أنت تخرب حياة شخص أمامك ويعني ضميرك رح يأنبك ورح يقلب الفرح لغم فافرح بأي وسيلة بس لا ترجع للأسلحة والسلاح لحتى أنت تعبر عن فرحك وتعبر عن نجاحك بأي شيء اشتركوا في القناة